اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة راها منتفقة انت وخاك نحطو ماكيقدرشي تحرق بززاف انتو ما كرشو راها خارجة منها ومنها دي راها ماشي انتا راها ذاكر لاحضو ان الكرشو هنا من هنا خارجة ومن هنا خارجة ومن كنقصو فيها مكنلقوش فيها انتفاخ ولكن كنلقو فيها بحل شكل ديال الماء هاد المرض هاد الاسم ديالو اسميتو الكوليستريديا هي بحل شكل ديال كوكسيديا يعني على وزن كوكسيديا ولكن هادا اسميتو الكوليستريديا كوليستريديا اسمو كيوقع هادا مشي انتفاخ ديال البطن وانما هادا ليستر الى ما تدواش الكرش ديالو يعني كتتنفاجر وكيخرجو المسارن على برضا علاش لانا السبب ديال هادشي وهو سوء التغذية علاش لبان انا ديما كان هدرا على الاشياء الناشفة يعني اش حلم واحد الفيديويات كيقولك اللا راها ممكن ان انه يعني الاستعانة بالمواد الخضراء او القصور ديال الخضار ديما هادا شي كيدير اما المرارة اما كيدير هاد النوع ديال مثل هاد الامراض ديال كوليستريديا عقله على الاسم هادا اي حاجة دخلوها في الراس على حسب الاحتراف وهدا هو الاحتراف انه يكون عندكم معلومات في هاد الموضوعات هادا اذا هاد كوليستريديا كوليستريديا اسمو العلاج دياله هدي هي الهادية اللي ان شاء الله غدي نقدمها النهار شوفوا هدا اذا اذاكر شوفوا البطن دياله كيفاش دايره من هنا ومن هنا هدا مش انتفاخ يعني مني كان قيسها كارا كرشو متحجير لاحظوا انه يعني الاوساخ ما داير تاوساخ هانتو ما هدا برا عندون هالول وهو شوفوا الحجم ديال الراس ديالور يعني هدا را عاد صغير يعني مش كبير بزاف نقولوا عندو تلت شهور ونص وشوفوا مسكين هدا المرض اللي هدا راح حيوي بالنسبة لهدا يعني الفترة هادي يعني الفترة الظاهرة را كيكون حيوي يعني كيبقي ينشطوا يتحرق في الكارش هانتو ما شوفوا لبا اسمو راح داير راه كيقول لك داويني هاد المرض هدا راه ماشي انتفاخ وانما على شكل مياه كتكون جموعة متحجرة في الكرش او البطن ديال الارند هاد المرض اسميتو الكوليستريديا كين اول حاجة مباشرة مني تشوفوا عندكم هاد الحالة هادي مباشرة مباشرة حيدو العلف هانتو ما كتلاحشو هانتو ما بتعطيو تانوع من العلف يعني حيولوا لي جميع انواع العلف ثاني حاجة يعني هاد شي خطوات ثاني حاجة وهو التبن حطولو شوي دير التبن راه كلا من التبن هنا هنا شوية راه بدك شوية كي دير راه ماشي زبيلات المياه مهم راه باقي مبارش نحن البره مبارش يعني العلف اي نوع من العلف يتقطع عليه لمدة 48 ساعة يومين ما تعطيوه تح حاجة ثاني حاجة وهو التبن التبن انتو ما راني فايت سباق دي هادرت عليه هادتو ما بحلاكة هدا التبن تبن عادي ماشي شي حاجة مغاليش ممكن انكم تحصلوا عليه غي مجانا غي وحد الخنيشة بحلاكة تحطولو شوي ديال التبن ثالث حاجة وهي مربط الفارس في هذه الحلقة وراها كيما قلتلكم راه هادية ان راه هاد انتفاخ هذا راه كان نضايقني بززاف كان تقريباً صافت راه دبت شوية تفش اسمه اعطيتو وهو الحل السحري ان شاء الله وهو النعناع انتو ما راه راه شوية راه نديرولو فتاص هنا يا ولكن هاد النعناع راه عشبة اعطيها لنا الله عشبة سحرية هاد النعناع العادي اللي كتديرو فقاتاي هاد تغليوه وتعطيوه له ان شاء الله راهكم غادي تشكروني يعني هاد الحلقة راه منفريدة راه هادية الجميع المحبين ديولي النعناع تعطيوه الارنب يعني ماشي تعطيوه له مباشرة راه ياكلو راه يضرو هنا تبعوا معايا الحلقة مزيان وفاهمو اسمه شنوني كامقول الكيمية اللي هاد تعطيوها ديال النعناع وهي خمسين في المئة نعناع وخمسين في المئة ماء يعني الكيمية اللي هاد تعطيوها نعناع ديروها ماء وغليوها يعني بحجبة هادي نقولو فيها وحد وحد الكيمية ممكن هادي تدير ديال الماء وتغليوها معاها وهدك الشي هدك الماء ماشي النعناع الماء فقط أعطيوه الارنب وكونوا متفقنين ان هاد الحلقة هذه تفيدكم بزافي ان شاء الله راني فرحان لان قدرت انني يعني نجيبكم هاد النوع من الماء لانه عندي في الراس ديالي ولكن مع مرومات رالي غلطت فالليامات عطيت الارنب شوية ديال القشور ديال الخضر يعني عندي الوليدات ديالي هم ولي كي مرة مرة يعطيوهم بحاد الاشياء قطعوهم قشور ديال الخضر وراه تصاب بهد يعني ما بقاش حيوي انا رحت انه ما بقاش حيوي منيد لحط البطن ديالو قلقيتها منتفقها قلتي يمكن رها انتفاخ وهي كنت رغين عطيه في الول كما عودتكم بيكربونات سوديوم ولكن في هاد الحالة هادي ما تصلحش بيكربونات سوديوم لان كرشو فيها تحجر فيها ماء ماشي فيها انتفاخ فيها هواء إلا كان فيها هواء انتفاخ باكم منيك تقيسولوكو شو هكا منيك تشوفو الهواء اعطيوه بيكربونات سوديوم خيصة في التامانته هي كتبع في الفرماسيوم اما بالنسبة للتحجر ديال البطن شوفو هنا يرا البطن ديالو رها متحجرة شوفو رها يعني منيك تبغين نهزوها كشو شو هناي الظهر ديالو ولا عريض شوفو الراس ديالو غيصير والظهر ديالو عريض يعني واحد الحالة يعني ما نقول لكمش لانا انا بنيك يكون حيوي هادي كي الصحة اما بنيك يكون هاكا هادي ارا مرض اسميتو كوليستريديا هادي اه مرض كيما قلت لي سوء التغذية السوء التغذية هي اللي كتدير هاد النوع من امراض حاولوا انكم تعطيوه الانا بديالكم عالف صحي ناشف ما يكونش فيه ما يكونش فيه المياه ما يكونش ميتدم اه الحالقة ديالنا هي هادي النعناع غليوه وشدو الماء ديالو وعطيوه له ماشي النعناع وانما الماء ديال النعناع عطيوه له وان شاء الله رابدك يتفش ديباره علشان ايوم تكموه الحلقة هادي رابدك كان من فوخ بزاف كان بوحد الحالة يعني كان ضخم بزافة يعني كرشوت تحجرت ولكن ان شاء الله غادي غادي يبرى وتمثو ما هاد الحالة هادي عقلو عليها الكوليستريديا هادي يعني حالة من الحالات يعني تال اسم هو في حقيقة راه مركب جاي بحل كوليستيرول جاي من كوليستيرول وكوكسيديا يعني اللي خلطيهم كتعطيك كوليستريديا هاد الحالة هادي راه ها يعني خطيرة وما تتغذوش لها تقولوا دبي برا لا ضروري العلاج لانه كيكون فحل الحالة مسكين ما كيبقىش ياكل كيبقى غير مقرمس بحلاكة ممكن انه البطن ديلو تنفاجر والمصارن كيخرجوا على برا علشان هاد الحلقة معتبرة حلقة هادية لجميع المحبين ديالي النعناع والتيبن قطعوا ليهم الماكلة 48 ساعة يعني يومين اعطيهو التبن فقط وغليو له الماء إلا ما بغاش يشربوه ممكن انكم تديروه في واحد المحقانة وتكبوه له في فمو يعني لابد ما يشرب من هادك الماء ديال النعناع المغلي وإن شاء الله غادي يكون تيسير إذا حلقة منفردة حولوا انكم تفهموا اشنو قلت يعني ما تعطيوش النعناع الارنب ديالكم وتقولوا بلا راكين المشكيل اللي اعطيوه الماء المغلي ديال النعناع فقط لمدة يومين ان شاء الله غادي يجيب الله التيسير إذا حلقة ديالنا هي ديال حلقة مهمة تفكروا هاد المصطلح ديال الكوليستريديا ممكن يصادفكم يعني هو ماشي انتفاخ ديال البطن وانتفاخ ولكن ماشي بالهواء بالغازات وإنما انتفاخ بالماء وتحجر البطن إذا الدواء دياله هو اعطيته لكم إذا كان شي تعاليق مرحبا بكم انا كان نشكركم على التعاليق طيبة ديالكم كان اعتراب لكم عائلتي تكيو على زر جيم باش تسندونا والماء لقناة زيد القدام ما تنسوناش بزر جيم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا اشتركوا في القناة